هذا وأصبحت قرية أم دومة التابعة لمركز طمى بمحافظة سهاج قرية ناموذرية مع تنفيذ مشروعات خدمية وحضرية بها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة هنا دبت الحياة من جديد حياة لها طابع خاص تبدلت فيها الأمور وتحولت فيها الأحلام لواقع ملموس بصعيد مصر هنا قرية أم دومة التابعة لمركز طمى بمحافظة سهاج والتي حظيت بتشريف وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعلانها قرية ناموذرية انتهت من تنفيذ ثمانية عشر مشروعا خدميا بمبادرة حياة كريمة في مختلف المجالات لتكتب المبادرة فصلا جديدا من إنجازاتها في صعيد مصر حاليا قرية أم دومة اشتغلت صرف صحي بالكامل اشتغلت غاز في تسعين في المئة منها خطوط اتصالات مياه شرب تم تغيير المواسير السبستوس القديمة بمواسير بلستيكية نظيفة مراعاة للشروط الصحية ده بالنسبة لقضاع الطرق يعني تم تمهيد ورصف وخدبالها يعني ما يزيد عن حوالي عشر كيلو طرق لم تغفل المبادرة عن كل جوانب الحياة الكريمة لأهالي القرية فإنشاء وحدة طب الأسرة كانت إحدى النقاط الهامة التي تفقدها الرئيس السيسي ليتم إنشاؤها وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل بالإضافة لمجمع الخدمات الحكومية ومجمع مدارس أم دومة ابتدائية ووحدة للإسعاف وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وغيرها من المشروعات المجمع ده حضرتك بيتكون من 8 حاجات بيخدم يعني 8 حاجات أول حاجة للدور الأرضي المركز التكنولوجي الدور الثاني بيشمل سجل مدني وشهر عقاري ومكتب تموين ومكتب بريد الدور الثالث بيضم التضامن الاجتماعي ووحدة محلية ومبنى للمجلس الشعبي المحلي بالنسبة للمبنى الجديد بدل الكسفة ما كانت 50-60 إن شاء الله هتوبة 20-25 وده اللي يعتبر إضافة كبيرة مش للقرية أم دومة بالنسبة للمجمع هنا بيخدم حي السكن كبير إنجازات وفرت الجهدة والمال والوقت على أهالي قرية أم دومة الذين عبروا بكلمات صادقة تملأها الفرحة بهذه الإنجازات وهذه الزيارة نحن في حلم يعني يوم وليلة كده اللي مدومة كلها تغيرت في حلم يعني الصراحة يعني في حاجات حلوة خالص حياة كريمة متشفيات نادي أحرات حلوة خالص يعني فيها مدمع زراعي حصل أسبلتيات مرور حصيت بها المستشفيات اللي اتعاملت دي للناس والمسلا للحطة اللي بيجي كويسة ونظيفة والمجلس بيجي زي والناس ويسمع رأينا دي الوقت والحمد لله كلنا يعني الحمد لله برأي ربنا يعني كبير إنه يعني شرفنا النهاردة في البلد يعني كان حلم بالنسبة لنحن في أم دومة مشروعات خدمية وحضارية ستضع محافظة سهاج على خريطة محافظات الصعيد الجاذبة بالإضافة لتوفير فرص عمل وتحقيق حياة كريمة تليق بالمواطنين هكذا تزينت قرية أم دومة بألوان الجمهورية الجديدة وتزينت قلوب أهاليها بالفرحة الممزوجة بالحياة الكريمة التي انتظرها أهالي الصعيد كثيرا من خلال هذه المشروعات التي استطاعت أن تغير من شكل القرية لتكون مدينة مصغرة متكاملة الخدمات وبهذا تؤكد الدولة اهتمامها بصعيد مصر بتفرة تنموية كبيرة تستمر حتى تحقق أحلام وأمنيات أهل الصعيد من قرية أم دومة بمحافظة سهاج بحمود جميل التلفزيون المصري